سنقوم الآن بعمل مثال بسيط الهدف من هذا المثال هو رؤية كيف يمكن استخدام التكس اديتر والكمبايلر وسطر الأوامر الكوماند لاين مع بعض هذا المثال لا يحتاج إلى كثير من الشرح لكن يحتاج منك أن تقوم بمتابعة حرفيا قدر المستطاع سنبدأ أولا بتشغيل الأدوات الأساسية التي نحتاجها كما شرحنا سابقا سنقوم باستخدام تكس اديتر المسمى notepad++ هذا notepad++ أيضا سنحتاج إلى سطر الأوامر يمكن عن طريق قائمة ابدأ أن نقوم بكتابة cmd لتشغيل سطر الأوامر شرحنا سابقا أيضا أنه يوجد برنامج آخر يسمى conemu c-o-n-e-m-u console emulation يعمل كسطر الأوامر يدعم اللغة العربية بشكل جيد في هذا المثال سنقوم باستخدام conemu ولن نحتاج لسطر الأوامر التقليدي هذا conemu وهذا notepad سنقوم بترتيب النوافذ لتكون البرمجة أسهل الآن قبل أن نقوم بعمل أي شيء سنقوم بفتح ملف جديد في notepad++ ثم نقوم بحفظه من أجل ترتيب الملفات الخاصة بالتمارين العملية في هذه المادة سنقوم بإنشاء مجلد جديد داخل drive c سنقوم بتسمية هذا المجلد r-web-101 r-web-101 اختصارا لإسم هذه المادة r-web-101 بداخل هذا المجلد سنقوم بعمل مجلد آخر نسميه lect 2 lecture 2 أو المحاضرة الثانية داخل مجلد lect 2 سنقوم بحفظ هذا الملف الجديد بإسم ex1.rb exercise1.rb r-web-101 اختصار لروبي الملفات البرمجية للغة روبي تنتهي بالامتداد r-b نقوم بحفظ هذا الملف الآن قبل أن نقوم بكتابة أي كود برمجي سنتوجه إلى سطر الأوامر هنا command line ونقوم بكتابة الأمر التالي cd c نقطتين slash r-web-101 slash lect 2 لاحظ أن بعد الضغط على زر enter يفترض أن يتغير سطر الأوامر إلى هذا الشكل الآن نحن داخل مجلد lecture 2 الموجود داخل مجلد r-web 2 r-web 101 سنقوم بتجربة شيء سنقوم بكتابة ruby r-u-b-1 r-u-b-y ثم ex1.r-b ex1.r-b هذا هو اسم ملف الذي قمنا بحفظه قبل قليل ruby هو اسم الكمبيلر نقوم بالضغط على زر enter يفترض أن يكون الناتج فارغ هنا لا يوجد أي شيء باختصار الذي قمنا بعمله هنا أننا قمنا بالطلب من سطر الأوامر من الكماند لاين أن يقوم بتشغيل الكمبيلر الكمبيلر ruby ويقوم بإرسال الملف ex1 لهذا الكمبيلر طبعا لأن الملف فارغ لا يوجد فيه شيء فلم يقوم الكمبيلر الخاص برو بي بطباعة أي شيء أو عمل أي شيء الآن لنقوم بتجربة كتابة أحد الأوامر البسيطة التي استخدمناها سابقا أكيد أنكم لازلتم تذكرون الأمر print كتبنا print أهلا ثم نقوم بحفظ الملف نعيد كتابة نفس الأمر ruby ex1.rb الآن إذا كنت لا تريد أن تقوم بكتابة هذا الأمر إعادة كتابته كل مرة يمكنك أن تضغط على السهم الأعلى بعد الضغط على ستجد أن روبي قامت بتنفيذ هذا الأمر وطبعت كلمة أهلا لنقوم بتغيير الكود وكتابة الكود الثاني التي الذي قمنا بتجربته في التمرين السابق 10 times print أهلا نقوم بحفظ الملف نعود إلى سطر الأوامر نفس الأمر ruby exercise1.rb لاحظ قامت روبي الآن بطباعة كلمة أهلا عشرة مرات شكرا شكرا